يا حود منور الدنيا عندك إلى النادي الأهلي النهار النادي الأهلي مع كل ظهور جديد لكلر كدير ان هو يمسك إدارة الفنية لنادي الأهلي كل ظهور لي الناس بتاثق فيه أكتر ثقة بتكبر جوه النادي الأهلي مجلس دارة النادي الأهلي الجماهير نفسها وده شيء مهم جدا جدا الكريم ان يبقى فيه ثقة ما بينها وما بين المدرب الراجل عنده مرونة تكتكية في حاجات كتيرة جدا جدا لما بيمارس الضغط العالي والضغط العكسي ومهما ذاكرت الرجل أنا شايف أنه مهما ذاكرت الرجل الرجل دائما بيبقى عنده مفاجآت وعنده طرق كتيرة متغيرة أو مختلفة غير الناس ممكن تذاكر فيها مرسل كولر شفنا في مبارات الزمالك رجل كل الناس قالت زي النادي الأهلاء يلعب ضغط عالي على نادي الزمالك وسرعاته عن نادي الزمالك ولكن الرجل كان بيضا قد ضغط عالي على فترات معينة والفترات المعينة دي قدر منها يحرز الهدف بتاع برونو سافيو النهاردة يا كريم شفنا برغم الغياب الكبير اللي موجود عند النادي الأهلي أرجع لكلام كولر في المؤتمر الصحفي بتاع مبارات السوبر لما كان بيتكلم وقال احنا لسه ما عملناش اي حاجة ولسه ما قدناش اي حاجة دي مجرد مبارات لسه في أول دوري وفي أول الموسم وقدم ناخدها اللي هي مبارات السوبر حاجة تانية لعيبة النادي الأهلي اللي ما بتلعبش اللي بعيدة واللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت وما بقتش تلعب مع وجود مرس الكولر ده خلال اللي عيبة دي جعانا كورا عندهم شغف وعندهم قوة كبيرة جدا جدا وده اللي شفنا النهاردة انت واحد يعني معتمدين على طار محمد طار وبالرغم عدم وجود طار محمد طار دايما كريم فؤاد بنزل يعمل فرق ومش اخد من كلام اخد اكيد من كلام جمال كتير عن كريم فؤاد ان كريم فؤاد واحد من نجوم نادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي وشوفنا الارقام بتاعته كريم لما انت قلتها في اول الحلقة ولكن انا عاوز اقف عند مرس الكولر وطريقة مرس الكولر ومتغيرات المرس الكولر بيعملها في المباريات عاوز اشرح لك حاجة عالبورد يا كريم ووريك مرس الكولر بيلعب ازاي فيه تلات يلا بينا تلات اساليب النهاردة شفناها للنادي الأهلي نادي الأهلي عارفين ان هو بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد والفرود محمد شريف فيه طريقتين النادي الأهلي النهاردة قدر ان هو يخترق بيهم يخترق بيهم فريق الدخلية اول حاجة كريم النقطة الاولانية وهي لو انا اللي قدامي هلعب كومباكت وانا هفضل نقل الكرة من تحت فبالتالي كنا بنشوف ان حمدي فتحي وبنشوف ان محمد فخري ومجدي افشا بيحاولوا ينزله عشان يسحبوا معاهم الناس ويفضل يحصل باس كتير جدا عمد لعبة النادي الأهلي هنا فبالتالي كل فريق الدخلية بيبدأ يطلع لبرة بعدين افشا بياخد الباك اللي موجود او الوينج اللي موجود الناحية دي في الناحية الشمال بتاعت النادي الدخلية ومرة واحدة بنشوف اللي بتعمل على طول لكريم فؤاد لما كان بيزوق يعني كريم فؤاد كان بيبقى موجود هنا ولكن بيطلع على طول بيزيد وياخد الكرة في دهرها وشفنا ده في الهدف الاولاني وشفنا ده في الهدف التاني ان الكرة بتتلاقي في دهر الدخلية حاجة تانية بردش نام نادي الأهلي لما نادي الأهلي بيقوله ده بلعب ضغط عالي بفيه ريسك كبير جدا ولكن شفنا حاجة من المباراة اللي فاتت بتاعت مباراة زمالك وهي انك ان نادي الأهلي لما حد من الباكات بيطير يا كريم يعني لو اقول مثلا كريم فؤاد عفوا ان لو اقول مثلا ان اكرم توفيق هو اللي بيزيد على طول بنشوف ان بيقف هنا محمد اشرف الباكليفت علشان يعمل عمق دفاعي واخد من ده كلام محمود متولي او محمود اتكلم وقال في المباراة بعد مباراة سوبر اهم حاجة كان مرسل كورر مأكد عليها ان العمق دايما دايما يبقى فيه عمق فالنادي الأهلي دايما حتى لو بيزيد ولعب ضغط عالي ويفتح المساعات بتاعته بشكل كبير بنشوف ان هم بيلعبوا بيلعبوا بتلاتة بيخشوا بعض عشان بحسن هو يكينه بيلعب تلاتة عشان يغطي ظهر سواء الباك رايت او سواء الباكليفت الحاجة التالتة الاخيرة اللي عاوز اتكلم عليها قبل ما اخش على الحالات يا كريم وهي طريقة الضغط العالي بتاعت مرسل كورر مع النادي الأهلي بسببها النادي الأهلي النهاردة قدر يحرز هدفين بسبب الضغط العالي وهو يا كريم ان انا بعد ما النادي الأهلي بيلعبوا اربعة بنشوف ان حمدي فتحي بيزق على طول بيبقى الضغط من هنا والضغط من هنا والضغط هنا من الورينجات ولكن حمدي فتحي بيزق عشان ياخد اللعيف بتاع نص الملعب بتاع الداخلية فبالتالي الداخلية متدرجة تطلع بكرة صورة ان هي تلعب اللونج باس حاجة تانية اخيرة قبل ما اخش على حالات ودايما اللي بيحصل ما بين ان الجناح دايما يا كريم بينزل عشان يطير نفس الكلام هنا بس ما شفناهش في الناحية الشمال كتير كانت موجودة اكتر في الجبهة الاقوى وهي كانت جبهة اكرم توفيق وي وبزرط